إيماناً من أبناء سوريا بحب وعطاء أرض الوطن انطلقت حملة تشجير بمناسبة يوم البيئة الوطني تحت شعار بيئتنا أمانتنا، غابتنا مسؤوليتنا بمشاركة مجموعة من أعضاء فلاحي دمشق واتحاد العمال هي مبادرة مننا لزرع الأمال، لزرع الحياة، إعادة الحياة لوطننا الغالي بعد هالفترة الحرب اللي دامت عنا عشر سنوات فيها عطاء، فيها تجديد، فيها حياة لأجيالنا القادمة ولبيئتنا وهي خير، نتأمل بخير دائماً طالما له الشباب الموجودة، فئة العمال والفلاحين موجودين بهالوطن لجنب جيشنا العربي السوري نحن كلياتنا إيد وحدة لإعادة زراعة هالوطن وإعادة الأعمار لنرجع من أول وجديد يعمل خير على الجميع الحملة التي انطلقت من المتحلق الجنوبي تستمر لثلاثة أيام لتشمل عدة مناطق منها شارع خالد بن الوليد وصولاً لقلعة دمشق متضمنة أنشطة بيئية وحملة توعية لنظافة البيئة إيماناً مننا بالشجرة طبعاً ودورة وأهميتها وهي السياج الأخطر اللي بظل يحميها البلد وكفينا الأوردة تفعل نحن كمان قوية وإيماناً مننا بعوامل التخريب اللي صارت والحرق فحنرجع نحن نعيد ونخلي سوريا كلها خضرة إن شاء الله بساطة أخضر شارك الاتحاد بفعالية كبيرة واليوم انطلقت الفعالية حتستمر إن شاء الله هتلاثة أيام وحيكون مثل ما شفتوا هالأساحة هون كانت مليانة بأشجار مسمرة وطعتي منظر وقيمة غزائية تستمر أيام هذه الحملة لإعادة الغطاء النباتي إلى شوارع بلادنا وإضافة لمسة حياة إلى حدائقنا الخضرة